ذهنية من يحكم ما زالت متخلي فعندنا نماذج أخرى في العالم لما ارفض الأستاذ الهاتف أنا اتذكرت صورة لأردوغان في انقلاب استطاع أن يقلب ينقلب على الانقلاب عن طريق هاتف محمول ببث مباشر استطاع أن يجند الجامع فالمشكلة في جماعتنا جماعتنا لما ما يفهموش حاجة يبلوكيوها ويحاربوها ويخلوها بجيها ثم يتقدم الجامع احنا فتحنا قنوات خاصة بعد 20 سنة من الناس 20 سنة من الأجانب هذا تخلف كبير جدا ثم كيف لك أن تنافس سنة ونسبقاتك إذن نتفق على أنه مشكلة ذهنيات الجزائر يعني الكفاءات توجد الأموال موجودة مشكلة الحريات شباب عنا نعم مشكلة كفاءات طاقة موجودة يعني باش شوف اللي يقول لك باللي هذا المسؤولي أنت عنا ما مش عايشين معنا را ما عايشين في كوكب واحد آخر يعني تصور أنت حب تشجع تجارة الإلكترونية شكل ما يحبش يدير تجارة إلكترونية العالم كل يديرها الجزائرين لما يروح الخارج يقول لك والله كارتا يشغيه يريزير فيه يدير وكل شي هنا في الجزائر متأخرين متخلفين في هذا المجال ويدير قانون تجارة الإلكترونية في قانون هذا المالية الجديد هذا يا للأخر ديرين ضريبة زايدة يعني لما تشري يصعب يعني تقولوا ما تروحش تشري ما تديرش تجارة إلكترونية هذا العباد هذا أنا أحب أن نفهم هذا يعني لما تيفقوا باللي أراكم حطمتوا البلاد وحطمتوا الشباب وحدهم عايشين وحدهم هذا هذا نهار يفيقوا كيف اشتصروا وهذا الشباب هذا رجال أنا أعجبني هذا الكلمة الماسمية وماليزان هذا مجدر الناس قالوا ما لش